مش بس على التبلودة أو اللوحة دي هو الإقبال على المنتج المصري وعلى التصميم المصري عامل إزاي؟ طيب أنا بس هاي زوريك حاجة زويرة قولي شايف دي إيه؟ شنطة معمولة من إيه؟ من القطن عاملة زي الخامة بتاعة الفوتر الفوتر جواها إيه؟ فوتر أكبر بشكير بالزبط عملنا إيه؟ طقم طقم بحر بالزبط طقم بحر ماشي ما قبلش عليه ليه؟ لو سهر كويس وحطيت حكتي ومضبوطة بطيت غسيل في الغسالة وصغيرة بتاخدش المكان يعني الشنطة دي بتتباع زي ما هي كان لها وحدة بتتباعها لوحدة ودي بتتباع لوحدة أنت بتختار لو أنا عايز البتاع على بعضها أخدها على بعضها ويبقى سعرها كامل يبقى سعرها بتاع مثلا بشكين متر في مترين بالشنطة متر في مترين حلو أو متر في مترين لبشكير زمان دي بتاعت وانا صغيرة عايز وشان يفرد بقى تخطوا بقى يملى الشزلون كده ولا الرمل وزنوا ستمائة وخمسين جرام مع الشنطة تريبا كله يعمل من ثمنمية وخمسين لتسعمائة أنا عايز منتج للطبقة المتوسطة انزلوا معنا زقوا معنا اليوم قدر لا عندنا حاجات تانية بخمسة وسبعين جنيه وفي حاجات محافظة ومراعاة لكل الفئة يعني بالزبط دول إحنا المستهدفين بيهم ناس معينة اللي عايزة دول بتوع السحل الشرير عندنا حاجات تانية بخمسة وسبعين جنيه للسحل الطيب حلوة قوي عايز بقى حاجة لإخوتي اللي في جمصة إخوتي في سيدي بشر إخوتي في رسل بر حاجات كونجان رسل بر فيها فلوس بالعبيت دول دول هاي رضمايت بحفظات كلها مع فلوس كتير عمليا بتحرصي في الإنتاج بتاعك انه يبقى لكل الفئات بنرأي ده في التصميم وفي السعر ده بس إحنا عندنا منتجات مخصصة لللي انت بتقوله ده ومنتجات تانية مخصصة احنا من بيها فيها فكرة من بيها فيها فكرة يبقى لازم نلحق نلم فلوسنا في سنتين ده اي بي سي تسويق وده يذكرني بتوع البزنس دول مخيفين جدا أقول لهم هم اللي قادوا يذكرون لنا ويقولون لنا اتعلمها لهم اه طبعا اه طبعا بالخدمات انا خايب قوي في الفلوس اه والله لا ده من الخدمات بتاعتهم لا ده نهاجة يعني هروح كده يعني زائر اه طبعا من غير ما صنح حاجة اروح زائرهم حضراتهم قوي بس في سكشن كده على الشمال كده ادخلوا هيدو لك كل الكونسلتنسي بتاعتهم حس حلوة قوي اشتركوا في القناة